لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي قدر السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل يا حسن أقبل بعقل وإذا يرد بعقل وإذا ينكر بعقل يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقل المساعد برحب بكم أعزائي مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وعنوان حلقتنا النهاردة ابن حجر وتحريف الكلام عن موضعه والنهاردة هنكلم عن يعني إيه تأويل الصفات الخبرية في الحلقة النهاردة كلها أول مرجع إحنا هنقول منه فتح الباري بشارة سعيد بخاري كده بتفسير الكرآن صورة الزمر بيبقى له وما قدروا الله حق قدره ابن حجر بيقول كده في فتح الباري والأولى فيها هذه الأشياء الكف عن التأويل مع اعتقاد التنزيه وطبعا الشيخ البراق علق على الكلام ده وقال كده الأولى في هذه الأشياء الكف عن التأويل والمراد بهذه الأشياء يعني الصفات الخبرية كالأصبع واليد والعين وأيضا الوجه والقضى والساق والصورة والرجل كلها صفات خبرية وطبعا كل ده إحنا إثبتنا في الحلقات إيه اللي فاتت إن ابن حجر بين فيها بين في الصفات الخبرية دي بين في حققتها وبيثبتها على المجاز يعني بيأولها النهاردة هنروح كمان نقرأ مع بعض من كتاب شرح لومية الاعتقاد للحزيمي وهنعرف أكتر عن الموضوع ده الصفات الخبرية بيقول لنا كده في الكتاب كاليدين والوجه والعينين ونحوهما وهذه عنوان لها البعض من أجل إدراك الفهم يعني إحنا حطوا بس عنوان عشان نقدر نفهم يعني التمثيل هنا من أجل إدراك الفهم هي التي مسماها بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء يعني إحنا بالنسبة لنا العين والإيد والرجل وكل دي أبعاد وأجزاء وبعدين يقول لنا كده يعني انظر العلم هذا أمر معنا ويعني إحنا كده لو إحنا نتكلم عن ربنا نقول إيه الله عليم مثلا ما فيش حد بيقولش أن الله عليم أو الله عنده حياة نحن يقدر يقول حاجة ينكر حاجة زي كده لكن دي حاجة كل الناس تعرفها لكن الناس كتير متعرفهاش الحاجات الخبرية الأحباران بيها إلي هي الإيد والرجل والعين والسق وكل اللي إحنا اتكلمنا عليه والصورة والواقع وكل اللي إحنا اتكلمنا عليه في الحلقات اللي فاتت فهو بيقول لنا انظر العلم هذا أمر معنوي والحياة أمر معنوي يعني يدرك بالعقل كل ناس بعقلها تقدر تدركه أما اليدان والوكه والعينان هذه مسماها بالنسبة إلينا نحن البشر لأن الله عز وجل خطبنا بما نعقل وندرك فحين أذن نقول مسماها باعتبار البشر أبعاد وأجزاء هذه تسمى ماذا صفات خبرية وهي محصورة وهي التي مسماها بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء فهو بيفهمنا يعني اين صفات خبرية نكمل بقى تعليق الشيخ البراق على قول شرح ابن حجر فبيقول إيه وقوله الكفة عن التأويل بيقول يقال بل الواجف في جميع صفات الله تعالى الكفة عن تأويلها الذي هو صرف ألفاظ النصوص عن ظاهرة بغير دليل فإن ذلك بيرد على ابن حجر بيقوله فإن ذلك من تحريف الكلام عن موضوع وطبعا أصد ابن حجر بلتف عن تأويل يعني ايه هو عدم إثبتها طبعا على حقيقتها أو نفيها على حقيقتها يعني نفي حقيقتها وهنا الشيخ البراق بيقول ايه نفي حقائق هذه الصفات هو مذهب مين هو مذهب المعطلة من الجهمة يعني ابن حجر لما بينفي الصفات أو بيأولها طبعا ده ايه مسهب الجهمية ابن حجر جهمي خلينا نروح لكتاب تاني في كتاب الأشعارة في ميزان أهل السنة بيقول وازن بين أقوال الجهمية وبين أقوال الأشعارة في هذا الباب من الصفات فإنك لا تجد بينهما فرقا يعني لا ما فيش فرق بين الجهمية والأشعارة في الموضوع ده فالفريقان قد اتفق على نفي حقائقها عن الله تعالى وتعيين حملها على المجاز فلا أدري أيهما أحق بانتساب الأشعارة إليهم السلف أم الجهمية والسؤال اللي احنا بنتراحه ليه ابن حجر بينفي صفة لله جد في الصح كتاب بعد القرآن وهو صحيح البخاري والنفارقة العجيبة اللي احنا بنشوفها إنه شرحه لصحيح البخاري اللي هو بيعتبر أعظم شرح لا أصح كتاب بعد القرآن الجواب هل نلاقيه في كتاب الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد يقول كده إن الذي حملت جهمية وأتبعهم يعني زي ابن حجر على نفي صفات الله عز وجل هو جهلهم بالله وسوء أفهمهم يعني كأنه بيقول ابن حجر جاهل وكمان ما بيفهمش حيث ظنوا إنه يلزم من إثبات هذه الصفات التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله يلزم منها التشبيه يعني هم عشان جهلين فكروا إن الله طالما أثبت للنفسه مثلا إنه عنده يد يبقى إيده زي إيد البشر عنده ساقه يبقى ساقه زي ساق البشر ده جهل منهم ده كتاب اللي بيقول كده فبيقول كده يلزم منها التشبيه لأنهم يرون هذه الصفات في المخلوقين ولا يفرقون بين صفات الخالق وصفات المخلوق ولم يفهموا صفات الخالق إلا ما فهموا من صفات المخلوقين المفاجأة إن ابن حجر بينفي حقيقة يعني الصفات دي لهاربا من التشبيه وفي نفس الوقت بيتهم غيره بالتشبيه يعني ابن حجر بيحرف وبيتهم أهل السنة اللي هم بيصدقوا الكرآن والسنة إن هم مشبهة يعني بيقول عليهم كده إنه دولة إيه اللي بيشبهوا الله بالبشر يعني فين الكلام ده نروح لسعي البخاري كتاب التوحيد بيبقى للنبي لا شخص أغير من الله هنشوف الحديث بيقول عن عبد الله لا شخص أغير من الله ابن حجر في الشرح بيقول إيه قال ابن دقيق العيد المنزهون إما ساكت عن التأويل أما مأول يعني مؤول يعني اللي هينزه الله يسكت ما يأولش أو يأول الصفة ده اللي هينزه الله وطبعا ابن حجر بين الكلام ابن دقيق العيد ليه لأنه متفق معه ومعنى كلام ابن دقيق العيد أنه نفع حقيقة الصفة وأولها على المجاز وطبعا السكوت عن التأويل بالنسبة له هو ده التنزيه واللي بيزبط الصفة طبعا معنى كلامه اللي هيزبط الصفة هو إيه اللي بيشبه طب خلينا نشوف تعليق البراكة على ابن حجر بيقول كده إيه وإطلاق لفظ المنزهة المنزهة عليهم يستلزم أن من يزبط هذه الصفات مشبهة وكذلك يسمون المسبتين لسائل الصفات وهم أهل السنة مشبهة يعني ابن حجر والجهمية وأتباع كل هذه العقيدة بيقولوا كده إن اللي هيزبط أي صفة من اللي احنا بنقول عليها دي يبقى مشبهة يعني أهل السنة اللي بيزبطوا الصفة دي على حياتها مشبهة بالنسبة لابن حجر يعني المخلوق عنده قدم حقيقية فلما جاء الصفة القدم مثلا لله وأثبتها أهل السنة حقيقة يعني إن الله فعلا عنده قدم حقيقة يبقى كده هم مشبهة وده طبعا اللي عايز يقول ابن حجر وده اللي نقله عن ابن دقيق العيد خلينا نشوف أهل السنة هل فعلا بيشبهون ولا فعلا ابن حجر ده زي ما وصفوه مش بيفهم ومجاهل نروح لكده شرح أصول أعتقاد أهل السنة للالكائي حسن أبو الأشبال بيقول كده إن هذا الحديث من حديث الصفات وأن القدم صفة من الصفات الخبرية التي تمر كما جاءت دون تأويل أو تحريف النص ودون تشبيه أو تمثيل صفات الله بصفات خالقه فلا تقاس القدم بأقدم خالقه ورجله أرجل مخلوقاته بل يكتفي بل يكتفي بالمعنى الوضع يعني الكلمة دون محاولة لإدراك حقيقة قدمه يعني هما بيقولوا كده ببساطة يعني إحنا نقول أيوة الله عنده قدم بس ما نحاولش نفكر شكل القدم إيه هو ليس كمثله شيء ده أهل السنة هما اللي بيقولوا كده خلينا كده نشوف كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل اللي بيقول إيه والمعطلة من الجحمية تنكر كل صفة لله وصفها بها نفسه وطبعا الكلام ده عمله ابن حجر في محكم تنزيله أو على الإنسان نبيه لجهلهم بالعلم طبعا ده عمله ابن حجر وذلك إنهم وجدوا في القرآن أن الله قد أوقع أسماء من أسماء صفاته على بعض خلقه فتوهموا لجهلهم بالعلم ابن حجر جاهل بالعلم ده الكلام يعني عليه لأنه هو فعلا عمل كده أن من وصف الله بتلك الصفة التي وصف بها نفسه قد شبها بخلقه وطبعا أهل السنة ما سكتوش على اللي بيقولوا الجهمية والأشعار عليهم فرحوا طبعا رد عنهم في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل فبيقولوا ودي نقطة مهمة أنا عايزيكوا تركزوا معي فيها أهل السنة بتقول على الجهمية وكل الكلام اللي أنا هقوله دلوقتي أهل السنة بتقول على الجهمية وطبعا بينطبق علي ابن حجر بيقول وزعمتال جهمية عليهم لعائنا الله أن أهل السنة ومتبعي الآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم المثبتين لله عز وجل صفاته وما وصف الله به نفسه في محكم تنزيله المثبت بين الدفتين وعلى لسان نبيه المصطفى بنقل العدل عن العدل موصولا إليه مشبهة جهلا منهم بكتاب ربنا وسنة نبينا وقلت معرفتهم بلغة وطبعا كل الكلام ده بيقولوا إيه الجهمية عليهم لعائنا الله يعني هل هل معنى كده أنا بسيب طبعا لكم أنتو الحكم أنا مش بقول حاجة هل معنى كده أن هذا اللعن طال كمان ابن حجر العسقلاني اللي هو بيعتبر أهم واحد وبيعتمد عليه أهل السنة في شرح كتاب البخاري وطبعا انتو شفتوا معايا في الحلقات اللي فاتت أن ابن حجر كل الصفات الخبرية أولها والتأويل هو تحريف الكلام عن موضعه يشوف السياق يقول يأولها اليد بيأولها وكل ده كان طبعا كل ده موجود في القرآن وفي الأحاديث الصحيحة وطبعا اللي زي ما كده بنقول زي ما هم قالوا أن ده تحريف الكلام عن موضعهم وأنا بسيب لكم الحكم الجهمية ملونين وابن حجر إحنا أثبتنا في الحلقات دي وكل الحلقات اللي فاتت ولسه تابعوني عشان نعرف أكتر عقدة ابن حجر وإزاي أنت كمسلم وياخد شرح أهم كتاب بعد القرآن من واحد ملعون بحكم أهل السنة عليه وتابعوني الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا من أنت ترد بعقله من أقبل بعقله وإذا يرد بعقله وإذا ينكر بعقله يبقى الدين يبقى ولعوبة بيننا وكل المساء